اهلا بكم لا شك أن الحلقات الماضية سببت ارتباكاً للعديد من المشاهدين فيما يخص شخصية محمد في الإسلام من هو هذا الرجل؟ هل أخطأت كتب السير والروايات الإسلامية في تقديم تاريخه الحقيقي؟ هل محمد نبي العرب؟ أو هو الممجد المحمد المبارك لآتي بإسم الرب؟ والمقصود هنا هو المسيح قبل أن نتقدم في حلقات التاريخ المبكر للإسلام أحب أن أوضح لك عزيزي المشاهد نقطة مهمة وهي أنه ليس الهدف عندنا أن نهدم عقيدة أو الدين معين وإنما هدفنا الأساسي البحث معا عن الحقيقة النسبية التي يقدمها لنا العلم ونبتعد بحيادية عن الخرافات والوهم الذي يقدم لنا على أنه الحقيقة المطلقة فالعلم لا يتعارض مع العقيدة إذا كانت مبنية على المنطق والعقل ومدعمة بأدلة تابتة قطعية فكلمة الدكتور على سبيل المثال وهي درجة علمية تعني المعلم في الكنيسة من جذر كلمة دكتورينا أو دكتورين باللغة اللاتينية تعني تعليم معظم الجامعات العلمية العريقة الأولى في العالم تأسست على يد رجال دين القوسين عقيدة وتحمل شعارات دينية عقائدية ليس فقط الجامعات الإسلامية كالقرويين والقروان والأظهر والحوزات العلمية بل حتى الجامعات الغربية كجامعة بولونيا الإيطانية كانت مدرسة كاتدرائية للكنيسة الكاثوليكية في القرن 11 الميلادي وشعارها صورة دير للرهبان وكذلك جامعة أوكسفورد البريطانية التي أخذت كشعار لها بداية مزمور 27 للنبي داود The Lord is my light أي الرب نوري وتأتي بعدها في القدم جامعة كامبريج التي تحمل شعار الصليب وكذلك جامعة هارفورد الأمريكية أسسها القس هارفورد سنة 1636 ميلادية وبالتالي فالعلوم تطورت من الفلسفة على يد رجال الدين وهذا لا ينفي توسع الخرافات والوهم على يد رجال الدين كذلك فالفرق بين هؤلاء وهؤلاء فمنهم من استخدم العقل والمنطق كمعيار للوصول إلى الحقيقة في المقابل من استخدم العاطفة والمصلحة الشخصية لنشر الأكاديب والأوهام فالحقل الديني والعقائدي غني بالأفكار والمعلومات التي تحتاج لتشريح علم دقيق ولماذا؟ لفهم الحقائق وهذا بالضبط ما نحاول طرحه عليكم في هذا البرنامج نرجع للأسئلة العديدة التي طرحناها سابقا والبحث عن أجوبة لها مستعينين بوسائل علمية دقيقة رأينا عملات الخليفة معاوية ووجود رأس يحن المعمدان في البدايات ثم سلبان كما نرى على الصورة ورأينا سبب ذلك في الحوليات المارونية يعني انتقال من صورة رأس يحن المعمدان إلى السلبان وبقيت هذه السلبان تتوسط العملات العربية مدة طويلة تصل إلى منتصف عهد عبد الملك بن مروان إلى هذه الفترة لم تظهر أي عقيدة جديدة اسمها الإسلام وطيلت البدايات الأولى للحكم العربي والعرب يطلق عليهم اسم السرسين بمعنى عبيد سارة أو ممكن بمعنى السراقين وكذلك الطيايا أي المنتمين لقبيلة الطيا أو المهاجرين أي أبناء هاجر أو كذلك الإسماعينيين أبناء إسماعيل ولا ذكر للمسلمين على الإطلاق الملاحظ في النص القرآني كنص مؤسس للإسلام لم تستخدم هذه الألقاب كإشارة للمسلمين إلا في كلمة واحدة وهي كلمة المهاجرين واعتبرهم من الفئة الناجية عند الله بصحبة فرقة أخرى وهي الأنصار وفي المقابل فئة أخرى منافقة وهم الأعراب كما نرى في صورة التوبة الآية 1101 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم فالمهاجرون هم عربا من الإسماعيليين أبناء هاجر كما يعتقد الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله كالذين آمنوا حسب ما جاء في سورة البقرة 218 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والأنصار مجموعة أخرى تحدث القرآن عن أصلهم في سياق آخر كأتباع أوائل للمسيح وهم المسلمون الحقيقيون حسب النص ونقرأ عنهم في سورة آل عمران آية 52 فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إذن أنصار الله المسلمون هم الحواريون الأنصار أتباع المسيح الحقيقي وكلمة الحواريون من جذر كلمة حور الآرامية تعني الأبيض إذن كانوا ربما يرتدون اللباس الأبيض لتمييز أنفسهم وربما أخذها القرآن للإشارة إلى المؤمنين المسيحيين في الحبشة حيث كانوا ولا زالوا يلبسون اللون الأبيض كرمز للطهارة والإيمان فالحواريين هم أنصار الله المسلمون من بني إسرائيل فرقة آمنت وأخرى كفرت كما تدل الآية 14 من سورة الصف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهري فالقرآن يأمر المؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء الأنصار الحواريون المسلمون الموحدون المؤمنون الحقيقيون الذين انتصروا على الفرقة الكافرة عند ظهور محمد ويخبرنا أيضا عن الفئة الكافرة وهم الذين يقولون أن المسيح هو الله وهو ثالث ثلاث كما جاء في صورة المائدة 72 و73 لقد كافر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ثم لقد كافر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد إلى آخره إذن الفئة الكافرة هم أصحاب التالوت ومن يقول عن المسيح أنه هو الله إشارة للروم البيزنطيين أصحاب عقيدة التتليز أي باختصار المسيحيين نكتفي بهذا القدر وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر